مصدقائي المتابعين اهلا بكم فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد بيصمم باور ساب لاي او داير التغذية من خلال محاولات عارفين عشان نحول طيار المحاولات الاسي لطيار دي سي محتاجين بريج ريكت فاير و مكسف تنعيم واتكلمنا عن الريج ريكت فاير و مكسفات التنعيم من حيث القيمة والجهد كل دي في فيديوهات هسيب لكم رابط لها في ديسكريبشن اسفل الفيديو النهاردة موضوعنا مختلف شوية ولكن مهم جدا وهو علاقة قيمة مكسف التنعيم بطيار الحمل وطيار المحاول هل مكسف التنعيم يؤثر على الطيار ولا هو للتنعيم فقط ده موضوع النهاردة تابعونا بعد الفاصل معينا محاول 12 فولت 10 امبير عشان نحول الطيار بتاعه لطيار دي سي محتاجين بريج ريكت فاير تكون مناسبة ليه طيار المحاول وطيار الحمل ممكن نستخدم مع محاول 10 امبير بريج ريكت فاير 3 امبير او 2 امبير ممكن ولكن ده بيتوقف على الحمل اللي هتوصل مع المحاول ولكن لو عندك حمل 1 امبير يكفي بريج ريكت فاير 2 امبير او 3 امبير حتى لو كان المحاول 10 امبير اتمنى تكون الفكرة دي واضحة تاني حاجة هنحتاجها لتحويل الطيار الاسي لدي سي مكسف تنعيم بقيمة مناسبة وقلنا القيمة المتوسطة المناسبة لكل 1 امبير من طيار الحمل 2000 ميكرو فراد دي القيمة المعتادة في دوائر الاوديو ممكن نرفع القيمة عن كده نقشنا كل الكلام ده في الفيديوهات السابقة ولكن النهاردة هنناقش موضوع مختلف وهو طيار الدايرة هل طيار الدايرة بيختلف مع اختلاف قيمة مكسف التنعيم؟ معانا اتنين مكسف 1-300 ميكرو فراد والتاني 100 ميكرو فراد طبعا قيمة صغيرة جدا وقيمة متوسطة او قيمة كبيرة ده علشان نلاحظ الفرق ما بين الاثنين المكسف في طيار الحمل هنوصل طرفين الاوتبوت للمحاول مع البرج ريكتفاير قلنا البرج ريكتفاير بيكون الطرفين اللي في الوسط طرفين الطيار الـ AC وطرفين DC من الاطراف الخارجية عند العلامة دي بيكون المجب وان الطرف التاني بيكون السالب هنوصل الطرفين اللي في المنتصف مع اوتبوت المحاول هنوصل الطرفين الـ AC واتعالوا مع بعض نقيس جهد المحاول 13.5 فولت تعالوا مع بعض نوصل المكسف الصغير المجب بالمجب والسالب كده وصلنا المكسف الصغير وتعالوا مع بعض نشوف الجهد هيصل ليه كام فولت في حدود الى لعشرين فولت ونصف تعالوا نشوف مع الحمل دي لامبة بتسحل في حدود الواحد امبير هنوصلها باطراف المكسف ونشوف الجهد هينزل لكام فولت 12.5 فولت من 20 فولت ونصف نحفظ الجهد ده 12.5 فولت تعالوا نشوف طيار اللي بتسحبه اللمبة مع المكسف ده هنوصل توالي ونصبط الافو ميتر على 10 امبير ونوصل بيه الطرف المجب هنوصل اللمبة بيه البرج ريكت فاير مع الطرف المجب اللمبة دلوقتي سحبه في حدود 600 ميلي امبير 600 ميلي امبير مع المكسف الميت ميكرو يبقى 600 ميلي امبير والجهد كان 12.5 فولت تعالوا نشيل المكسف ده ونوصل المكسف الثاني المجب مع المجب وسالب مع سالب البرج ريكت فاير وتعالوا مع بعض نقيس الجهد طبعا الجهد بيكون جهد البيك واحد تقريبا 20 فولت طيب تعالوا نشوف مع الحمل كان الجهد في المكسف الميت ميكرو 12.5 فولت هنشوف متوقع ان الجهد ما ينخفضش بنفس النسبة طبعا واضح معنا الجهد 17.6 فولت كان في حالة المكسف الصغير المكسف الميت ميكرو 12.5 فولت اذا في فرق 5 فولت طبعا نتيجة مذهلة اذا المكسف حافظ على جهد البيك ما ينخفضش انخفض فقط بمقدار 3 فولت او 2 فولت ونص ولكن في الحالة الاولى انخفض من 20.5 لل 12.5 يعني بمقدار 8 فولت اذا المكسف الاكبر بيحافظ على الجهد ثابت ما ينخفضش بمقدار كبير تعالوا نشوف الطيار طبعا علاقة الطيار مع الفولت علاقة طردية وعند سبات المقاومة i تساوي v على r ال r ثابتة اذا كل ما يرتفع الفولت هيرتفع الطيار الفولت مع الحمل كان 12.5 في الحالة الاولى مع المكسف الكبير 17.5 اذا بالتأكيد الطيار هيرتفق تعالوا نشوف كان في حدود 600 ميلا امبير في المكسف الميت ميكرو هنشوف مع المكسف 3300 ميكرو هيبقى كام الامبير في حدود 800 ميلا امبير او من 800 ميلا امبير ل770 ميلا امبير في الحالة الاولى كانت 600 ميلا امبير اذا ارتفع في حدود 180 ميلا امبير الطيار نستنتج من موضوعنا النهاردة قيمة مكسف التنعيم تؤثر بشكل مباشر على طيار الحمل وطيار اللي خارج من المحول اذا المكسف التنعيم بمثابة مضخط طيار يسحب طيار من المحول ويدخه للحمل طيب القيمة المناسبة هي افضل شيء لان قيمة المكسف الزيادة عن قدرة المحول بيؤدي لسحب طيار اكبر من المحول وبالتالي سخونة المحول وقصر العمر الافتراضي يعني معانا محول 500 ميلا امبير ما نفهش نوصل مع البرج راكتفاير مكسف 10.000 ميكرو ليه لان ده هيسحب طيار زائد من المحول وهيؤدي لسخونة المحول تمام كل واحد امبير معا 2000 ميكرو فراد ده بالنسبة لطيار المحول او بالنسبة لطيار الحمل اتمنى يكون فيديو النهاردة فيديو مفيد وفهمنا قيمة المكسف المنخفضة هتؤثر على الطيار هتخفض من طيار الحمل وطيار المحول وهي القيمة الزيادة طبعا هتحافظ على الجهد وهي الطيار مرتفع ولكن هتؤدي ليه سخونة المحول افضل شيء القيمة المتوسطة او القيمة المناسبة اللي قلنا عليها لكل واحد امبير 2000 ميكرو فراد اتمنى تكون الفكرة واضحة والفيديو مفيد ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله سلام موسيقى